تومع ريديو ستار في كلام في الزحمة على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيدي ريديو ستار في كلام في الزحمة والمتسابقة رقم تمانية اللي معنا النهاردة هي المتسابقة دينا باجت وزاملنا وصديقنا العزيز والكاتب والروائي أحمد مراد هو معنا النهاردة منوارنا في لجنة التحكيم أحمد مسائل فل كلمة لجنة التحكيم دي مروان مرعب بس طيلة والله او مرة معنا على الهوى حاجة هاتفة يعني بنشوف بعد كل مرة تيجي وعندك هوى بس مفيش ولا مرة حظنا كان حلو ان احنا نطلع كلنا مع بعض على الهوى زكي دينا انا كويسة عملا ايه كله حلوة كله حلوة كله حلوة المتحمسة جدا جدا جدا. ومبسوطة بلجنة التحكيم الجميلة دي. وطبعا الله يطمنكو. بس انا متحمسة قوي بجد ومبسوطة ان انا معاكم النهاردة. انتي هتتعراضي لكمية الناس بتبعت رسائل. اه. وبيسألو. عايزين يعرفوا. قداني عاملة زي. فلازم المزيع يبقى قادر يكوب مع المعلومات. فهل انتي قارئة جايدة. تقدر يتصنف نفسك كده. لا. صراحة لا. يعني ممكن اه بحين بقى قارئة ولكن مش قارئة جايدة. انتي عارف انك لو بقيت مزيع انتي لازم تبقي حوت قرأة. الناس دي على فكرة مش بس مجرد عندهم قدرة. صرا. على ان هم يقولوا حاجات بالطريقة لطيفة. لا. او لازم يكون فيه بيس انه لو تسأل السؤال دي بزاي اللي بيلعب تنس كده. فجأة عرف يشوت. على طول. في مرجع دايما. الاهتمام ده مهم بالقرأة جدا. طبعا. طيب قولي لي ايه نوعية البرامج اللي بتشدك او ايه نوعية البرامج اللي انتي لو بقيت مزيع حب انك تقدميها. اه لو انا بقيت م ملتأة في النص. يعني تبقى حاجة ان احنا كلنا ما اتطافق فيها. وحاجة احنا كلنا مثلا بتحصل لنا. فلما اسمع ده اقول اه انا هصلي ده قبل كده. او اه انا ممكن اريليت للموضوع او احس ان انا عارف الموضوع ده. او عارفه. فبيبقى الموضوع ان هو او انا عايز اسمع. اكيد فيه ثلاث صفات ممكن تبقى موجودة فيكي. مش موجودة في بقيت المتسابقين. عشان خاطر تفوز. يعني انتي لو قلتلك ايه اهم ثلاث حاجات عندك يخلوك م مميزة. اه ممكن تكون مش موجودة في اي حد ما هو. بصراحة اصلا كل الناس هتيجي اكيد عندهم تقريبا نفس الحب للازاعة. ولكن اللي فيكي ممكن تقولي انا عندي واحد اتنين تلاتة ده اكيد يميزني. بي ايه نفسك يعني. اه ماشي. اه ده قوبة. اه مقوحة. يعني مش لو لقيت الحاجة قدامي انها خلاص خسرت بقى وهزعل وهدى. اه اكيد هزعل. بس هم ده لقاوح في الموضوع لحدا ما. يعني هتيجي برا القناة حدا في طوبو كده لو مفستش. لا 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 اه اه. اه. انتو شابيني هنا تحت وعلي. اه. 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 افلو ببعمل. اه. 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 لا لا. مش عامل كده اكيد. بس اللي هو ممكن اعرف ايه الواقف هنا مسلا خليني مكسبش. اه. اه. فاشتغل عليه. وقدم تاني ممكن كمان معرفش امتى اكمان قد ايه. اه. اه. فافضل اشتغل على نفسي ومش مش بحب ان انا اي اس يعني. اه. 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 نروح كده الحتة بان انت قلت ان انت من اهتمامتك بتحبي الانترتينمت ا والفن. اه. صح? بتتبعي افلام والسينما وحاجات قديمة حاجات جديدة انتي بتحبي ايه? حاجات جديدة اكتر بصراحة. يعني او في حاجات قديمة. عربي ولا انجل. اه الاتنين وممكن دلوقتي في الوقت الحالي عربي اكتر. عشان بحاول ان انا نعرف اكتر يعني عن الافلام العربي والحاجات. اوكي. طيب الفترة دي في مجموعة كبيرة من الافلام اللي بدأنا نشوف اخبارها وبروموهات بتاعتها على السوشل ميديا وعالتليفزيون. في منهم فيلم اه بطولة احمد عز وكريمة عبدالعزيز. تعرفي اسم الفيلم ايه? اه عيب قوي يكون المؤلف معنا. خلي دالك داك ان امتحان. ها? قولي بقى ها? كيرا والجينب. اه. 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 تقليف مين بقى? تقليف مين يا جنون. يعني اختبارها تحاول تزنقني. عالمين. عالمين. الله الورقة قلنا برضو نجرب نشوف. طيب اه اخر مسلسل ام ببطولته ساح محمود عبدالعزيز قبل وفاته كان اسمه ايه? اخر مسلسل. اه ام مش متذكرة بصراحة. اوكي. راس الغول. اه سؤال كمان? رب ماشي. طب المتابعة الثانية معموما برا مصر. اه في اه اخر حاجة حصلت يعني الاخر حاجة حصلت من اه كينج ريتشارد. اه. اللي كسب في الاوسكارز. اه السينما الهنديم تبع فيها حاجة. لا. عارفة اسمها طبعا. لكل اللي بيسمعون اللي هيحصل دلوقتي ان في اه اه اوديو فايل هيشتغل مدته حوالي دقيقة. ده في اه مزيكة لاربع برامج مختلفين عندنا هنا في الجومة في امن. دينا معاها السكريبت. السكريبت ده انتي هنسمع بقى الزيقو بتاعك. اه. الحس بقى بتاعك في الحتة دي. يلا. مع المزيكة المختلفة ونوعية البرامج المختلفة. واحنا مايكاتنا هتتقفل. الدي ايها دي كلها ليكي. انتي فهم انك لو لاخبطتي لازم تلحقي نفسك بسرعة. لان احنا مش بنقدر نوقف ونعيد اي حاجة تاني. اه دينا مش اول مرة تسمع الاوديو فايل ده ولا اول مرة تشوفي السكريبت ده. فانتي كان ليكي او كان عندك فرصة ان انتي بس يعني تزبطي كده تراجعيها مع نفسك تقوليها وكل حاجة. اول ما تقولي لي انا جاهزة هشغل الاوديو فايل وهنسيب بقى المايك ليكي. جاهزة؟ يلا بينا. يلا بينا. تل استاد مع كريم خطاب كل يوم اتنين من الساعة تمانية للساعة عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة تمانية للساعة عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة ساعة اثنين للساعة اربع العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حياتك صح مع جيهان عبد الله كل يوم ثلاث من الساعة ثلاثة للساعة خمسة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. احمد. يعني انا لغيت الخير والكلام. كنت بقول يا رب تغير الطريقة بتاعتها. ام. في الاداء. ولما لقيت راح تواخد اتون تاني خالص. فجأة في ورع كده طلعت في صوتك. فامبسطت لان انت بدأت اتاخد الموضوع في اطار تاني. حاسس انه يعني احساسي يعني انه نفسك عايز بس يشد اكتر. ممكن او. انا دايما قبل الهولة وبعمل اي او بقر حاجة او كده. بسحب كده. اعرف ايوة. ايوة. بقوله. وبتعني بس محتاجة بس تمرين يعني سنة نفس عشان اه نفسك سنة قسيرة. يارا. اه يعني انا هتلفق معك في حاجة ومش هتلفق معك في كم حاجة. انا حسيت ان انت بتتكلمي او بتقولي من غير اي اه طاقة فيكي. حسكي صوتك محتاج شوية طاقة. يعني في الاستاد مع كريم خطاب. فاهمة? تيربو. مع تامر. مفروض تيربو. مع تامر. فاهمة? فيش باور. مفيش اي انرجي طلع منك. اه وتحديدا في تيربو. تيربو كان نايم خالص منك. تيربو. انت عارفة طبيعة البرنامج صح? اه. ده عربيات وكل جديد في العربيات. وتامر بشير بطبيعة وفتاعة وفكرة برنامج عربيات. يعني لازم لازم فاهمة قصد ايه يعني حاجة كده. اه خير الكلام اه لاحزنا الفرق بس انت معاكي المزيك انت شايفة هيا بطيقة ازاي وكل حاجة بس انا حسيتك ودي الغلطة اللي ات عملت قبل كده في كزا حلقة تانية انتو بتروحوا مواطين صوتكو. اه. اللقطة او كلام اللي قاله احمد وكلام اللي قالت وراه ملخصه انه مش بتعليته توطية الصوت هي اللعبة طبقات صوتك على قد ما تقدري. احنا بالراعي ان ده مش مجالك الاحترافي او مش لخصوصك. بس لازم يبقى فيه. سنك مجهود. مش ان انا وطي صوتي او اه برضو عشان ما تفهميش الكلام اللي قالت ويا رغارت. طيربو. مات. لأ مش كده مش المقصود ان احنا نعلي صوتنا قوي ولا نوطي صوتنا هي الاداء المناسب قدر الامكان لنوع البومو. وجينا دلوقتي لتحدي اراية الخبر اه دينا انتي شفتي وتبعتي الحلقات اللي فاتت احنا دايما بنقول لكم لكل المنتسبين اقري بطريقتك الطريقة اللي تريحك يعني عايز تقريب بالعامية اقري عايز تقري زي ما هو اقري عايز تقريب اللغة العربية الفصحة اقري اللي يريح. قالت صحيفة ديريميل البريطانية ان قصر باكينجهام تكتم على تقرير حول مزاعم قيام ميجن ماركل دوكوت ساسكس بتخويف الطاقم الملكي قبل انسحابها وزوجها الامير هاري من العائلة الملكية حيث التهمت ميجن ماركل بالتسلط على موظفيها قبل انتقالها الى كاليفورنيا مع الامير هاري بعد استقالة الزوجان من عملهما في العائلة المالكة. وقال الرجال البلاط الملكي انها كانت محاولة لوقف تأجيج التوترات بين عائلة ساسكس وبقية افراد العائلة الملكية. وتم التحدث الى اربعة او خمسة اعضاء سابقين في فريق ساسكس فقط كجزء من التحقيق الرسمي للأسرة الملكية في الادعاءات. ويقول التقرير كان لدى الزوجين ما يصل الى خمسة وعشرون عاملا لديهم في بعض الاحيان ويمكن اعتبار العديد منهم شهودا محتملين لكن لم يسمع اي شيء منذ الصيف الماضي من قبل اي اي من المتورطين في الادعاءات. والتهم اثنان من كبار الموظفين ميجن بالتسلط عليهم. بينما قالت موظفة سابقة اخرى انها اهانتهم. وقالت مساعدة اخرى انها استادمت الكسوى العاطفية والتلاعب والذي يمكن ان يسمى ايضا التنمر. فيما ضحضت ميجن في هذه المزاعم واغبرت اوبرا وينفري لاحقا في مقابلة موثيرة للجدل الى حد كبير ان قصر باكينجهام كان يستخدم وسائل الاعلام للترويج لرواية كاذبة تماما. ورفض المسؤولون الملكيون حتى الان الكشف عن اي من النتائج التي توصلوا اليها. او حتى تأكيد او حتى تأكيد ما اذا كانت نتائج التحقيق ستدرج الى المراجعة السنوية لهذا العام. بصي طبعا فيه فيه اخطاء في القرية. ودي بتبقى نبعة من ان ان انت زي ما قلتلك اللي محووظة اللي قلت المرة اللي فاتت. اللينك اللي فات ان ان انت بتقري كلمة وانت مركزة على الكلمة بس هو اللعبة انك لازم عينك تبقى سابقة بشكل ما عشان تعرفي الموضوع راح فين. ففانا لو مقفنا مثلا هلاقي طبعا فيه جملة كانت فيه ما ضحضت. او. والسين والصاد عندك شوية بيروحوا مع بعض ويعني فيه شوية خلط ما بينهم طبعا سين صاد وليها طريقة في النطق كمان والضاد نفسها فيه اللسان كده لازم يروح ناحية السقف الحال ايمين شوية في اعمل حاجة. اه طيب انا عندي ملاحظتين صغيرين هي طبعا اه فيما يتعلق بالقرية اه مثلا انت قلت الرجال وقال الرجال هما رجال اه لم يسمع الفعل هو مبني المجهول انت ما بنتيوش المجهول اه القسوة هي القسوة ستدرج برضو كان فيها نطق اه كل ده ممكن ارجعوا للتوتر. اه رأيتك مش وحشة بس اه خليني اختلف مع احمد في حتة اه زكائك ان انت تقري بالراحة عشان تقعي في اقل قدر من الاخطاء. ده انا بعتبره فكري مش وحش. طبعا انت اه اريتي قبل كده فانت لحد ما عارفة سرعة بتاعتك كانت تمام صوتك محتاج يبقى فيه شوية اه برضو طاقة اكتر انه شدينا شوية ناحية الخبر مات خلناش حاسين ان احنا بنسمع التقرير فهمه? ايه. ايه لو هو انت بتسجلي تقرير. ده انا شايف انه ده للطريقة دي لو كانت حاجة مطلوبة من انت تتسجل وهتتلاعب في وسط البرنامج مفيش اي مشكلة. انا دايما اللي بفكر فيه انه فعلايا لو انت هنا وشغلة هنا وعندك برنامج هنا ما ازنش ان دي طريقة اللي هتتلاعي تقولي بها الخبر. يعني انا يعني حتى لو بتقري اه من الورقة على طول هيبقى فيه شوية في صوت تتفهمها قصدي ايه? اه. انت حاجة الاسعار. اه. الله طبعا. يلا. الماشا ماستر سين. هو ده. اه. يلا هتخطو بقى. اه. اه. احمج انا هقولك بس البس السماعة عشان بيبقى فيه برومو في الاول وحاجات كده تسمعوا للانترو البرنامجها. اي دينا اللي عاملة كل حاجة. اوف. مايقاتنا هتتقفل. وبرنامجك معايكي وقتك. ملناش اي دعوة. خلاص? يلا بينا. جاهزة? جاهزة جدا. الموضوع عد علي كتير. خلاص بقى. ما انت بتخرج وفتتبسط ولا هو الفرح لصحابك وانا كدلينة. وانا انت هشوفك بتتحجل. جمل كتير قوي. كل واحد مننا عارفها. انت عارفاها. وهو عارفها. واللي قاعد وراك برضو عارفها. وبيسمعها. بس هو عامل مش واخد باله. او واخد باله ومطنش. او بيسمع كامو بيقصر فيه وفي حياة وفي نفسيته وساكت. اصلا هيعمل ايه بقى? احنا بقى في مفترق طرق هنعمل وهنحل. ونحاول نوصل لطريق في النص. هتسمعوني في مفترق طرق على نجومة في ام ونجومة في ام تي بي. دينا بهجد. دلوقتي جمعاتكم مع مفترق طرق مع دينا بهجد. على نجومة في ام ونجومة في ام تي بي. نجومة في ام. على كيفك. مساء الخير واهلا بيكم لأول مرة في برنامج مفترق طرق مع دينا بهجد على نجومة في ام ونجومة في ام تي بي. في مفترق طرق النهاردة هنكون بنتكلم عن كل حاجة حصلت بتحصل معاك ومع الناس اللي تعرفها من قول الحاجات اللي بتزعلهم لحد اللي بتبسطهم وبتبسطك اكيد. هستنيكوا تتواصلوا معايا على 015-595-2006 او كلموني على اتنين تلاتة تمانية تلاتة خمسات زيرو اتنين وعشرين. في مفترق طرق النهاردة بقى هندور على اتجاهنا المناسب. ازاي بقى ازا كان هو اصلا مفترق. انا بقى هقول لكم هندور على اتجاهنا المناسب من ناحية ان احنا هيكون عندنا اتجاه تالت. ممكن تكون انت نفسك مش واخد بلك منه ولا عارفه اصلا. ومش عارف ان هو صح ولا غلط لان انت بالنسبة لك الاتجاه الصح هو يا اما صح وبس انتاني ده غلط ومش هروح له اصلا ولا هعمله. لكن اتجاهنا التالت هو اتجاه مناسب ليك انت. طب اتجاه مناسب من ناحية ايه بقى انا مش هكون عارف ما تقولي لي بقى. انا هقولك. هقولك مثل من ناحية ايه ان انت هيكون عندك مشكلة بينك وبين حد. حد بقى مش هقولك تصنيف ايه حد من صحابك حد من قريبك خطبتك ما ايا كان. شوف انت الحد القريب ليك وصنفه زي ما انت عايز. لكن المشكلة اللي بينك وبينه هتنطبق لحاجتين. هتكون يا اما مشكلة وعايز تخانق بقى وتكسر دماغه وخلاص انا مش طايق كلمة منك وهتخانق يعني هتخانق. ولا الحل التاني هو انك ترضي وتعمل اللي هو عايزه وهتعمل فيها ضحية المجتمع وترجع بالليل تتخانق مع نفسك وتقول يوه ما انا كنت عايز تتخانق معاك بقى. ده اتجاه صح? وده اتجاه غلط من وجهة نظري. لكن فيه اتجاه مناسب انا عايزك وانتو اللي تقولولي عليه. وقيت نظرك وممكن يكون ايه هو الاتجاه المناسب. هستنياك وتتواصلوا معايا وتقولي ايه هو الاتجاه المناسب بتاعك وانتو في الخناقة دي. بس فيه اتجاه بقى انا عارفاه. وبصراحة اعتقد انتو كمان هتكونوا عارفين ومتأكدين منه. لانه هو دايما بيكون زعل وغضب وعيات واكتئاب. ده كله بيؤدي ان حالتنا النفسية بتكون تحت الارض. حالتنا النفسية هو ده بقى اللي احنا هنركز عليه. انا بقى مش دكتورة ولا اي حاجة. انا زي زيكو وجاية بتكلم معاكو لان انا مريت بمواقف كتير اتعلمت ولسه بتعلم منها كمان. فبحاول اهتم بصوحتي النفسية واشوف ايه ممكن يأذيها وايه ممكن يحسنها. احنا كلنا الحمد لله بقيت ملاحظة انه دايما على سوشيال ميديا يعني وفيسبوك والكلام ده. بقينا مهتمين بيها. وعارفين بقى اكتر عن الصحة النفسية والحاجات دي. بس فيه شوية حاجات برضو متجهلنة. وخلاص بقى دينا عايشين بقى مانا بتغذي مكارونا وباني وبخرج وبروح وباجي وبعمل كل الكلام ده. مانا كويسة هو. ده كله بقى هايز اقول لك مفاجأة ان ده كله هترميه او هتحطه على جنب لان انت لو مش مهتمة بصحتك النفسية كل ده مش هتكون واخد بالك منه ولا ملاحظه اصلا. لانه صحتك النفسية مش في دماغك. انا هستنيكو تقولولي رأيكم ووجهة نظركو. ما تنسوش الخناقة ها. عايزة اعرف الحل المنسب بتاعها ايه. هستنيكو تتواصلوا معي على زيرو خمستاشر خمسة تسعة خمستين الف وستة او كلموني على اتنين تلاتة تمانية تلات خمسات زيرو اتنين وعشرين. هطلع فاصل بسرعة ونريعلكم على طول في مفترق طرق. انا معايا اتصال دلوقتي. والو. مساء الخير يا ديني. مساء النور مين معايا? انا كويسة. ازايك يا احمد ايه الاخبار? الحمد لله تمام زي تقول. قل لي بقى رأيك ايه ممكن يكون الاتجاه المناسب في الخناقة دي. طب تسمعنا من الاول? بسمع من الاول اه. طب قل لي ايه الاتجاه المناسب اللي ممكن توصله في الخناقة دي بقى? هو بس الحقيقة انا يعني انت يتكلمت كتير وانا ما فهمش ايه حاجة. خالص. يعني هو البرنامج عن الصحة النفسية. ان انا ازاي اهتمي بصحاتي النفسية. ولا البرنامج ان مثلا فيه طرفين مختلفين في وجهة النظر فعا نحاول نحال النزاع اللي بينهم. يعني انا مش فاهم فكرة البرنامج. احاها مش واضحة بالنسبة لي يعني. هنوصل في الاخر ملتأة اللي احنا عايدين نوصله. لكن للأسف انا حلقة النهاردة خلطت. انا كنت معاكم النهاردة في مفترق طرق مع دينا بهجة. على نجومة في ام ونجومة في ام تي بي. هستمناكو في حلقة تانية جاية ان شاء الله في مفترق طرق مع دينا بهجة. في الدراما في السينما دايما الناس بتفكر ان عشان يتعمل فيلم عظيم لازم يكون مركب جدا. بس عية الامر هو الناس لو ما فهمتش اول الفيلم المهمة بتاعت البطل ايه? هيروحوا خلص. فانا اعتقدك مفروض تبسطي بس شوية. طريقة الموضوع ما يبقاش طويل. وهو فعلا دخل في لوب انك دخلتي في مفترق طرق وبعدين قلتي طب نعمل ده ولا ده هو في الاخر هو كل مشكلة لها اه نوع من الحلول. انت عملت عيدي نفس الكلام. انا حالي كحال صديق العزيز احمد مراد وصديق المستمع احمد اللي تكلم. انا مش فاهم انت عايز تقولي ايه? وبعدين هو ملتقى طرق ولا مفترق طرق ولا يعني ايه? فين? انا هقول كلامي هقسمه الجزئين. جزء الاداء بتاعك وجزء الموضوع او فكرة البرنامج. اه فكرة البرنامج انا مش هختلف معهم خلص انا فعلا توهد منك. في الاول حسيت اوكي حلو موضوع لطيفها بعد كده شوية بتديت احس تما تنجزي يا دينا شوية. صوتك حسان مهزوز. يعني مش عارفة مش مش لما سمعت كده مش حسن بسمع واحدة واسقة من نفسها اول. فهمه قصد ايه? او انت محتاجة تقوي اه صوتك شوية تطلعي صوتك من بطنك اكتر ما اعرفش. انا في حتة بس دي اللي مدايقاني. القلبة دي عبارة عن ايه بيكون جواها حاجة. الحاجة دي اه بنطلب من المتسابق اللي بيكون موجود معنا ان هو يبقى عنا بشكل اعلان. بيبقى الحظك النهاردة جيف ايه بقى ولنا كده. حظي النهاردة جيف عين سحرية. بصي بصي لابسة ايه وعملة وشها ازاي. دي بعيدة قوي انت شفتيها ازاي. شايفة الاطفال بيرينوا الجارز وبيجروا ازاي فاكرين ما حد شايفهم. ما انا فعلا ما كنتش شايفاهم ده انت عيونك. عيون ساقر يا شيخاك. عين الساقر السحرية. عين فعلا سحرية. هتخليك تشوفي البعيد اكن قريب. والقريب اقرب. واهم حاجة انك بتشوفي تلتمية وستين درجة مش بس زاوية واحدة. عين الساقر السحرية. عين فعلا سحرية. التاجلائن اللي في الاخر يعني ايه هي? وليه تاني اخر؟ عين الساقر السحرية. اه. عين فعلا سحرية. اه يعني حستها يعني كليشي شوية? فعامها? هو يعني في في الكتاب صفحة اتنين. اه. dissلوجن صفحة اتنين. اه. يعني انت هنا كنت جوها الصندوق فعلا في الحتة دي. مطلعتش. هنا انت مطلعتش. وليه مش يطيش الغطب بتاع الصندوق. الحتة اللي عجبتني في الاعلان هي الحوار اللي تداير بين البنتين. انها لابسة ايه? الولاد اللي بيجروا مش عارف ايه. فعجبني ده بس برضو انت اخفقتي في ان انت تعملي صوت تاني. يعني انت عملي عمليه ديالوج فعملي اي صوت تاني. اي باي طبقة. مش هتفرق كتير. لانه في الاخر يعني او يعني اعلان. اخنافي. مسلا اي حاجة. يعني اي شيء. انا يعني انا متفق جدا مع معهم في الرأي بالنسبة يعني لكل الالو. هضيف حاجة بس كده عجبتني في الموضوع على جزء بتاع الحوار ما بين اتنين. هو العين السحرية بتاعها. حقيقي اللي بتبع له. هو الطبقة البسيطة اللي هي محتاجة عين سحرية بجد. لان الناس ذي مفيش مثلا كاميرا سيكوريتي مفيش بقوابة بتتقفل تحت الفوية. لعبت في الطبقة صح. يعني اتكلمت هيك. اتكلمت الطبقة. الكلاس اللي فعلا هيشتري العين السحرية. ما تعالتش عليه بلغة غريبة. وانا نزلت وازياد من اللازم هو طبقة بي كده لطيفة بي بماينس و بلاس. اعتقد انه هي يعني خبطته بطريقة لطيفة. ومتطفق في كل قلتوه في النهاية برضو عندي نفس الاحساس. وان هو يعني مش روحش. بس في الاخر دايما بقول ايه يعني على قدر البنياتها ما يفتكر ايه وخارج من الاعلان. هي لعبة الحوار اللي قالوا. الحوار اللي كان في الاول. اتبسطنا بي كادي. انا بشكركم جدا جدا بجد للفرصة دي. وكسبت اقوى خسرت يعني انا مفصوصة اقوين انا كنت معاكم جد كلوكن نهاردة. وشكرا اللي سمعوني. ومارسي قوي. بكرا نرجع لكم نفس المعاد ومتسابق جديد. ولجنة تحكيم جديدة وحلقة جديدة من ريديو ستار في كلام في الزحمة. يوم جميل عليكم. باي باي. ريديو ستار. كنتم مع ريديو ستار في كلام في الزحمة. على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي. نجوم افقام. على كيفك.